كيفية تحريك ونقل سلسلة طابعة HB Smart Tank كالإصدار 210 و 520 و 540 و 580 حتى 590 و 5100 قم بتجهيز طابعة HB Smart Tank الخاصة بك قبل نقلها إلى منطقة أخرى لمنع حدوث تسريب الحبر حرك الطابعة إلى مكان قريب أولا، اضغط على زر الطاقة لإيقاف تشغيل الطابعة افصل سلك الطاقة وأي كبلات أخرى أزل أي ورق من درجي الإدخال والإخراج أنزل درج الإدخال أغلق ملحق درج الإخراج افتح الباب الأمامي تأكد من إغلاق جميع أغطية خزانات الحبر أغلق الباب الأمامي حرق الطابعة إلى الموقع الجديد مع الحفاظ على توازن موضعها تنبيه لا تقم بإمالة الطابعة أو قلبها وصل سلك الطاقة وأي كبلات أخرى، ثم أعد تشغيل الطابعة انقل الطابعة إلى وجهة بمسافة أبعد أو إلى موقع الصيانة اضغط على زر الطاقة الخاص بالطابعة لإيقاف تشغيلها افصل سلك الطاقة وأي كبلات أخرى أزل أي ورق من درجي الإدخال والإخراج أنزل درج الإدخال أغلق ملحق درج الإخراج افتح الباب الأمامي تأكد من أن حامل خرطيش الطباعة موجهة إلى اليسار تماماً إن لم يكن كذلك، فحركه برفق إلى اليسار اضغط على جانب غطاء رأس الطباعة لتحرير الغطاء تأكد من إغلاق جميع أغطية خزانات الحبر أدخل حاجزاً من الورق المقوى في منطقة الوصول إلى رأس الطباعة أغلق الباب الأمامي اضحف عن صندوق كبير مناسب لحمل الطابعة ومودة التغليف مثل الصندوق الأصلي الذي جاءت فيه الطابعة ملاحظة لا يلزم وضع الطابعة في صندوق للنقل ولكنه يساعد في منع التلف وانسكاب الحبر دون قصد ضع الطابعة في كيس النقل البلاستيكي المتوفر في الصندوق الأصلي أو كيس بلاستيكي آخر كبير مناسب لاحتواء الطابعة ومودة التغليف ثم قم بلف الجزء العلوي من الكيس أو لسقه لإحكام غلقه قم بتعبئة الطابعة بشكل آمن باستخدام الفلين أو مودة تعبئة الأخرى الأصلية ضع الطابعة في الصندوق ثم أغلق الصندوق بشريط لاسق انقل الطابعة إلى الموقع الذي تريده أو مركز الصيانة مع الحفاظ على توازن موضعها إلى أقصى حد ممكن تنبيه لا تقم بإمالة الطابعة أو قلبها افتح علبة الطابعة بمجرد وصولك إلى الموقع الجديد أخرج الطابعة من الصندوق والكيس البلاستيكي مع الحفاظ على توازن موضعها ثم ضع الطابعة على سطح مستوى حيثما تريد استخدامها افتح الباب الأمامية بعد إخراج الطابعة أزل قطعة الورق المقوى من منطقة الوصول إلى رأس الطباعة اضغط على المزلاج الأزرق لإغلاق غطاء رأس الطباعة أغلق الباب الأمامي وصل سلك الطاقة وأي كبلات أخرى اضغط على زر الطاقة لتشغيل الطابعة أنت الآن جاهز لبدء الطباعة انقر على تبويب قوائم التشغيل في يوتيوب للعثور على فيديوهات HP بلغات أخرى وابحث في قناتنا للعثور على فيديوهات الدعم الرسمية من HP ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة